أدان العالم أجمع الهجوم الذي وقع في محافظة الكارك جنوب العاصمة عمان وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن العام والدرك وأثنين من المواطنين وسائحة كندية إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين والعسكريين وأعلنت الكثير من الدول العربية والأجنبية تضامنها ووقوفها إلى جانب الأردن في تصديه للإرهاب ومكافحته وكانت العملية الأمنية قد أسفرت عن قتل الإرهابيين الأربعة واستشهاد عشرة من العسكريين والمدنيين بينهم سائحة تحمل الجنسية الكندية إضافة إلى جرح 27 شخصاً نقلوا جميعهم إلى المستشفيات الموجودة في المنطقة وبعد انتهاء العملية الأمنية وجهت دكتور محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة تحية إكبار وإجلال إلى كافة الأردنيين أبناء الوطن الواحد الذين التفوا حول الأجهزة الأمنية أثناء تعاملها مع الحادث الإجرامي وهتفوا لها وللقيادة الهاشمية وأضاف المومني إن الأردن يقع في إقليم ملتهب يعج بالتنظيمات الإرهابية وسيبقى قادراً على ترسيخ أمنه واستقراره وأن يجتاز هذا الحدث كما تجاوز أحداثاً أخرى مر بها من قبل وفي أعقاب الاشتباكات أعلنت العديد من الكنائس الأردنية تعليق حفلاتها ونشاطاتها الترفيهية خلال عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية حداداً على أرواح شهداء أحداث الكرك داعية بأن يتغمض الله شهداء الأجهزة الأمنية والمواطنين بنور رحمته الإلهية معلنة أنها سوف تكتفي بإقامة الشعائر الدينية وما تضضمنه من قدديس إلهية وصلوات أخرى في حين قرعت الكنائس أجراس الحزن على أرواح الشهداء وتعتبر الكرك التي يعود تاريخها إلى 1200 قبل الميلاد من المدن الهامة في الأردن حيث تحتوي على مواقع أثرية عديدة وكنائس قديمة وحديثة ومن أبرزها كنيسة سيدة الوردية الموجودة داخل المدينة والتي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر كما تعد قلعتها الحصينة من أشهر القلاع التاريخي الموجودة في المنطقة حيث يأمها السياح من كل بقاع العالم وللمسيحيين وعشائرهم في الكرك وجود بارز في عدة مناطق من المحافظة حيث يمارسون شعائرهم الدينية وصلواتهم بحرية تامة ويحظون بمحبة واحترام عموم السكان باسم السمعان نورسات الأردن ترجمة نانسي قنقر